اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم هدنا في من هديت شخصية الإمام في رمضان لابد أن يكون محضر كويس لأعمال رمضان والفتاة ولا يتعرض لها مذاكر كويس مراجع قرآنه كويس ينام فترة كويسة يستعد لرمضان يستعد للدروس مكتبه يكون مفتوح حسن استقبال الناس البشر والابتسامة الجميلة ما رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان متبسما الاستعداد بتاعة شهر رمضان احنا بنستعد في شقين استعداد إداري واستعداد دعوي استعداد إداري مع الرجالة من حملة نظافة للمكان حملة تعقيم صيانة للقهرباء صيانة للمكان ده اسمه استعداد إداري للمكان الحاجة التانية استعداد دعوي الاستعداد الدعوي بقى الدروس بتاعتنا القوافل بتاعتنا تهيئة مكان للنساء الدروس اللي هنقديها الخاطرة اللي هتبقى بين بين الأربع ركعات في القيام ده اسمه برضو استعداد دعوي المسجد للدعوة المسجد للإفتاء لابد إن الإنسان يجد ضلطها في المسجد فليس المسجد للصلاة فحسب لا المسجد لا ممكن إصلاح بين اتنين بيبقى في المسجد ممكن رد مظلم بيبقى في المسجد ممكن أي شيء من هذه الأمور اللي يحتاجه هالناس الغريب واحد غريب بييجي يلاقي طمرة بيفطر كباية عصير بيفطر عليها وممكن بفضل الله يجد فطار ويجد صحور أيضا ربما إن شاء الله بإذن الله والخير موجود نصائحي لأحبائي في شهر رمضان وناسنا الكرام في شهر رمضان أولا اللجوء إلى الله عز وجل شهر رمضان يعامل معاملة غير أي شهر غير أي أيام احنا عندنا بركة الزمان بركة الزمان وربنا الألكده شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فلابد الناس تمكث كثيرا في بيت الله تبارك وتعالى تكثر من تلاوة القرآن يكون برضو فيه تكافل اجتماعي في صل الظروف الرهينة يعني الذي عنده مال يخرج زكاة ماله في رمضان وزكاة الفطر تطلع في رمضان طعم ماشي مال ماشي علشان يكون فيه تكافل اجتماعي حتى نسد الجوع على الناس جميعا ويبقى الناس بالفضل الله يأتي رمضان بلا احتياج ولا عوز فنسأل الله عز وجل أن يبارك في مصرنا الحبيبة وأن يبارك في أمتنا الإسلامية كلها وأن يجعل هذا الشهر شهر بركة وشهر خير وشهر منا وشهر رفعة لشعبنا العظيم بفضل الله تبارك وتعالى اللهم أنزل علينا من بركاتك ورحماتك في هذا الشهر يا أكرم الأكرمين بفضلك وبكرمك يا أرحم الراحمين